بادئاً ذي بدء كما يقولون علينا أن نعبد الله في كل أحوالنا في حال فقرنا نكون لله عابدين في حال سعتنا نكون لله شاكرين وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن فإن أمره كله خير إن أصابته صراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن نبغي أن نعلم شيئاً عن قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نطمأن به فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الآية الأولى ومن الناس من يعبد الله على حر كان هناك أناس يدخلون الإسلام وينظرون إن جاءهم خير قالوا هذا دين حسن دين طيب إن ولدت نساؤهم ذكوراً أو أنتجت إبلهم أو تسعت أرزاقهم أو جاءهم الغيث من السماء قالوا هذا دين طيب هذا دين حسن وإن أصيبوا بغير ذلك لم تلد نساؤهم أو ولدت نساؤهم إناثاً أو منع الغيث من السماء يقولون هذا دين سوء ويترك الدين من أجل البلاء الذي حل بهم فهذا مضمون معنى قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على شك على ترقب إن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك